السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا موروكن اند بريتيش نكمل معكم مستجدات تأشيرة الزواج والخطوبة البريطانية ونكمل معكم مع التواريخ التي حصلت على تأشيرتها في الأسبوع الثاني من نوفمبر ونبدأ مع أول مثال هذا الشخص يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في الرابع والعشرين من ماي وقد أخبروه بإضافة بعد الوثائق في السادس والعشرين من أكتوبر ثم في الثامن والعشرين من أكتوبر يقولون له بأنه قد تم اتخاذ القرار وأن التأشيرة قد تم قبولها يقول بأنه قد حصل على تأشيرته والحمد لله في مثال آخر هذا الشخص يقول بأنه قدم معلوماته البيومترية في الواحد والثلاثون من ماي من العام 2022 وقد تم قبول التأشيرة في العاشر من نوفمبر من العام 2022 يقول بأنه قد انتظر مدة مائة وأربعة عشر ووركين دايس حتى حصل على التأشيرة إذن هنا نريكم بأنه هناك بعض الأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون من شهر ماي إذن كل الأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون من شهر أبريل أو حتى مارس وفبراير أو ماي فهناك إن شاء الله أخبار إيجابية قادمة في المستقبل القريب إن شاء الله إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص كذلك من شهر ماي حيث قدم معلوماته البيومترية في الرابع والعشرين من ماي من العام 2022 وقد جاءه الإيميل الخاص بقبول التأشيرة في العاشر من نوفمبر كذلك يقول بأنه قد تطلب الأمر مئة وتسعة عشر ووركين دايس والآن هو ينتظر الجواز الخاص به إذن هكذا أصدقائي نبين لكم بأن هناك بعض الأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون من شهر ماي وكذلك من شهر أبريل وشهر مارس وهناك أشخاص لا يزالون ينتظرون من شهر يناير إذن نتمنى أن يحصل كل من ينتظر على تأشيرته في القريب نمر إلى مثال آخر كذلك هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في السابع عشر من مارس من موسكو إذن تطلب الأمر مئة وأربعة وستون يوما من أيام العمل مما يعني أنه أربعة وثلاثون أسبوع في حين أن بعض الأشخاص حصلوا على تأشيرتهم في خضون أربعة وعشرين أسبوع فقط إذن هذه مدة أطول من المدة المعتادة بالنسبة للأشخاص الآخرين إذن يقول بأنه قد تم تحويل الملف الخاص به مرتين ويقول بأنه قد تلقى في الأخير التأشيرة نمر إلى مثال آخر هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في العاشر من يونيو وقد قدم لتأشيرة خطوبة إذن يقول بأنهم قد طلبوا منه بعض الوثائق الإضافية في السابع والعشرين من أكتوبر وقام بإرسال هذه الوثائق وقام بأداء طلب في السادس من نوفمبر وتلقى ردا في السابع من نوفمبر يخبرونه بأنه قد تم اتخاذ القرار ثم تلقى إيميلا من مركز التأشيرات في الثامن من نوفمبر يخبرونه بأن جواز الصفر جاهز حتى يسمى سحبه وقد قام بسحبه في التاسع من نوفمبر من نفس العام شخص آخر يقول بأن تأشيرة الزواج مقبولة وقد قدم معلوماته البيومترية في الثالث عشر من يونيو من العام 2022 يقول بأنه قد أدى أربع طلبات للهوم أوفيس وقد قام بتلقي إيميلا يخبرونه بأنهم يريدون معلومات أو وثائق إضافية الثالث من نوفمبر من العام 2022 قام بإرسال الوثائق في الرابع من نوفمبر وبعد ذلك تلقى إيميلا يخبرونه بأنه قد تم اتخاذ القرار بعد أن أرسل طلبا مؤد عنه في السابع من نوفمبر إذن يقول بأنه قد تلقى الإيميلا بأن التأشيرة ناجحة في التاسع من نوفمبر شخص آخر يقول بأنه قد تم قبول تأشيرة الزواج الخاصة به وقد تطلب الأمر 103 Working Days حيث قدم معلوماته البيومترية في الخامس عشر من يونيو من العام 2022 وقد تم اتخاذ القرار أو جاءه إيميلا بأنه قد تم اتخاذ القرار في الخامس من نوفمبر يقول بأنه قد وظف مستشارا قانونيا ويقول بأنه لم يرسل أي طلبات وبأنه قد تلقى هذه الرسالة من ال Home Office إذن هي رسالة القبول وهناك بعض الأشخاص الذين يشلقون هذه الرسالة قبل أن يذهبوا لسحب جواز الصفر إذن هذه الرسالة هنا هي رسالة القبول أو الرسالة التي يتم إرفعها مع جواز الصفر والتأشيرة إذن كما يظهر أمامكم هذا هو النموذج الخاص برسالة القبول إذن نتمنى إن شاء الله أن يحصل جميع المتابعين على هذه الرسالة نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قدم معلوماته البيومترية في الخامس عشر من يونيو وقد تم اتخاذ القرار في العاشر من نوفمبر وقد تطلب الأمر 104 Working Days يقول بأنه لم يرسل أي طلبات لل Home Office وأنه لم يوظف أي مستشارا قانونيا إذن نمر إلى المثال التالي هذا الشخص يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في السابع عشر من يونيو من العام 2022 يقول بأنه قد أرسل رسالة لل Home Office بعد مرور شهرين فقط ويقول بأنه كان متحمسا للأمر فقط إذن لا يجذر إرسال رسائل في وقت مبكر لل Home Office إذن على الأقل يجب أن يبلغ أو يصل الانتظار أو مدة الانتظار إلى 90 أو 100 يوم إذن يقول بأنه أرسل ثلاث طلبات بعد ذلك الطلب الأول كان بعد مرور 75 يوم من أيام العمل وقد أجابوه أو تم الرد عليه بأنهم لا يزالون ينتظرون اتخاذ القرار قام بإرسال الطلب الثاني بعد مرور 90 يوم من أيام العمل وأرسلوا له نفس الإيميل وبعد الطلب الثالث بعد 100 يوم أخبروه بأنه قد تم اتخاذ القرار إذن 100 يوم هو الوقت المناسب لإرسال الطلبات لكن الآن نرى بأن Home Office يقوم بتسريع الوثيرة قليلا إذن إن شاء الله ما بين 90 و 100 يوم فهي مدة مقبولة لإرسال الطلبات نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في السابع عشر من يونيو من العام 2022 وبأنه قد تلقى إيميل يخبرونه بأنه قد تم اتخاذ القرار إذن هذا الشخص كان على أمل أو كله أمل بأنه سيتم اتخاذ القرار في قضيته أما قريب وبالفعل هذا ما حصل إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في العشرين من يونيو من العام 2022 ويقول بأنه قد تلقى الرد بأنه قد تم اتخاذ القرار إذن نلاحظ بأن Home Office قد بدأ في معالجة القضايا الخاصة بالعشرة أيام الأخيرة من شهر نوفمبر إذن نأمل بأن ينتهي عما قريب من هذه القضايا ويمر إلى القضايا الخاصة بشهر يوليوز إن شاء الله إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في الواحد والعشرين من يونيو من العام 2022 يقول بأنه لم يقم بآداء أي طلبات لل Home Office حتى يستعلم عن قضيته وأنه قد جاءه رد إيجابي بأنه قد تم قبول التأشيرة في الثامن من نوفمبر من العام 2022 يقول بأنه قد تطلب الأمر 103 Working Days ويعود بأنه الآن ينتظر جواز السفر وكملاحظة تحت يكتب بأنه قد كان في المملكة المتحدة كسائح وقد تعرف بزوجته أثناء هذا الوقت الذي كان فيه كسائح في بريطانيا لكن قام بالرجوع إلى بلده والقيام بجميع الإجراءات من هناك إذن هنا نبين للمتابعين الكرام بأنه بالنسبة لتأشيرة السياحة لا تمكن الشخص من الزواج أو بتغيير التأشيرة من تأشيرة السياحة إلى تأشيرة الزواج إذن يجب الرجوع إلى البلد الأصلي والقيام بالإجراءات من هناك هذا فقط كملاحظة للأشخاص الذين يسألون هل يمكنني أن أغير من تأشيرة السياحة نحو تأشيرة زواج إذن نمر إلى مثال آخر في هذه الحلقة هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في الرابع والعشرين من يونيو من العام 2022 يقول بأنه قد وظف مستشارا قانونيا وبأنه لم يقدم أي طلبات وقد تم اتخاذ القرار في قضيته في الثامن من نوفمبر من العام 2022 وقد تطلب الأمر 96 Working Days فقط مثال آخر هذا الشخص يقول بأنه قدم معلوماته البيومترية في العشرين من يوليوز من العام 2022 وقد تم تسريع هذه القضية بسبب مراسلته للهوم أوفيس بأنه يجب عليه الوصول مبكرا إلى بريطانيا لأسباب صحية إذن في السابع من نوفمبر من العام 2022 تم تسريع القضية واتخاذ القرار يقول بأنه قد تلقى الرسالة الخاصة بقبول التأشيرة في العشر من نوفمبر من العام 2022 ويقول بأنه قد أرسل طلبات عديدة للهوم أوفيس ليستعلم عن قضيته إذن أصدقائي كانت هذه حلقة من هذا الأسبوع نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع حلقات أخرى إذن شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الإعجاب، اشتراك وتفعيل زر الجرس لأن ذلك يشجعنا على الاستمرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة